اول حاجة ان شاء الله يحمل في تطور مادية تانية هتريح كده بقى ان شاء الله والحالة المادية هتزبط شوية و هنبتدي بقى عندنا شوية امان من الحالة المادية في عجرة حظ كمان باذن الله الحظ هيدور اما انت هتبتدي بيزنس اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعة الوقت كويس جدا جدا عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني ايا كان في عجرة حظ عندك والدنيا العجرة دايرة دايرة ان شاء الله في تيصير في الامور الدنيا بإذن الله فيها تسهيل فيها تسهيل متيسرة عندنا queen of wands في قيادة بقى شوية دلوقتي يا حمل قائد في مجالك المجالة اللي انت فيه يعني لو انت بتشتغل في شغل ادمت مثلا فبقى لك بقى ليك position فيه فبقى الناس انت بقوا تابعين لي من الشرط على فكرة تكون وصلت المحورة انت مدير او حد انت فوق حد بس بخبرتك واقدميتك بقيت قائد في مجالك انا بشوف الكارت دا كمان بيديني بارسلة تانية خالص غير الموجودة في الكتابه دا يحمل انت عندك العقل وعندك المشاعر الاتنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر دا والقطة الحلوة اللي قاعدة قدامك دي دي شخص منك شخص منك شخص قريب منك جدا بيحميك واقف قدامك حاس يصد عنك ويمني عنك اي اذا انت عندك حماية واضح ان عندك حماية من شخص انت عزيز عليه جدا فيه كمان كانت مش لطيف الناس اللي مش شكين انه ممكن يكون فيه علاقة سلسية في حياتهم سواء هما او شركهم دي طاقة علاقة سلسية كأنكم مسمعكوش حاجة الكارت دا بيبقى معناه الاحتفال كويس احتفال بشيء معين برضو ميلة ان هو مش احتفال دي فيه حد فيه عنده علاقة تالتة هبصلكم موضوع اكتر مش شرط تكون العلاقة قامت بالفعل ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني الحمل يفكر في شخص تاني غير اللي معاه وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بفكر في حد تاني او ممكن يكون في علاقة مع حد تاني الصوت طيب ترتب عليه هنا بعد انا شايفه هنا فرق بعد مرحلة من المعفرة والخناء والدفاع النفس او المنافسة في حلق منافسة شديدة في حال التوتر بالنسبة للموضوع ده بس انا عايز اتمنكم ان الموضوع هيهدى يعني المية اللي بتتحرك كتير فيه اكشن كده كان حاصل المية اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبك تهدى الصوت طيب اعمل ايه طيب الصوت ده يا جمع عشان الصوت دي بقى كويس انا لازم اشتري مايك طيب قولولي كده لو الصوت بنسبة لكم كويس انا قربته هون بنبتدي نبعد عن المية اللي بتتحرك بسرعة دي ورايحين لمية هادية يعني انت ان شاء الله عديت بمرحلة او هتعدي بمرحلة فيها شوية نزاعات وشوية مرسية لولي فيها شوية اكشن ويعني فيها شوية احداث متتالية بسرعة جدا ورايح لمكان اهدى ان شاء الله فيه ناس بتقول الصوت وحش وفيه ناس بقول الصوت حل فيه نبقي الله صح وانا بحب ديه مرسية فاطيما طب طيب تلمها بتقول الصوت كويس اللي عنده مش كره في الصوت يجدما هيخرج ويدخل تاني طيب شايفة حالة المعزال او حالة انسحاب من الحمل قرر ان هو ينسحب بناء على الحالة التواطر اللي هو فيها دي قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء مش عارفة ليه الدنيا ابتدت تقلب معاه دلوقتي الحاجة تانية خالص شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم مش صحة ليه شايفة شريك شريك بيحب شخص بيحب بيقدم لك شيء بيحبك بجد دي مشاعر حقيقية المشاعر دي مشاعر حقيقية ركز كده يا حمل يمكن تكون تسرعت وما كانش فيه علاقة سلسائة او حاجة يمكن يكون دي مجرد اوهام في دماغك حنشوف دلوقتي حيأكدها لي الحالة العطفية حنشوف بس خايا نتكلم في المجمل حالة الصحية الحمد ان شاء الله كويسة باين عليها كويسة دي الدنيا في تطور مادي زي ما قلنا في عجلة حظ بالدور في تأسير في الامور دنيا ان شاء الله هتبقى اكتر مرونة شايفة قيادة وشايفة عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواء وشايفة هنا كمان حد بيحميك ووقف قدامك حارس شايفة طاقت علاقة سلسية يعني النتج عنها حالة صراع وخناق كبيرة جدا شايفة حالة انسحاب وتفكير بتماعهم بتفكر لوحدك عايز تفكر لوحدك عايز تنعزل عن العالم يعني عن الحواليك مش عايز تكون مع حد هيتأكدي القرية اللي انا شفتها دي اذا كانت صح ولا لأ وانت فعلا اسقت الحكم او ظلمت شريكك ولا لأ هيبان بس انا شايفة ان الشريك بيحبك الحمل بالوقتي اللي مع شريكه شريكه بيحبك بالنسبة للناس اه السنجل الناس السنجل دي مشاعر جديدة اوكي مشاعر جديدة مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي تبقى مرهفة دي الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر ده بإذن الله في مشاعر جديدة اه شايفة فراء بس ده مش طبعا ما اعتقدش انه مش بالسرعة دي ان يحصل الفراء ده اه في فراء في بعد بس البعد ده لمصلحتك يا حمل بس الدنيا شكلها هتهدى في مية اه هادية بإذن الله هتعدي بيها اه دي القراءة اللي انا شايفاها انا انا مش قادرة استنى وعايزة اشوف القراءة العطفية اخبارها ايه عشان عارف اللي انا شفته ده مضبوط ولا لا تماما اللي هيسألني فيه صفر ولا لا الحمل انا مشوفتش كارت صفر الشهر ده اه الحالة الصحية كويسة والحالة المادية ان شاء الله في تطور ان شاء الله عشان عشان ايه يا نهت بعد الشرع عليك يا حبيبتي الصوت لو سمحتي ميلو يا بابينة الصوت كويس عالفكرة يا جماعة هنصوت هنصوت الابراج دي يا جماعة بعد لما هنخلص اللايف النهاردة هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديد اوكي مفيش صوت طب يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن يجرب يدخل يخرج من اللايف ويدخل تاني تماما اه اوكي الصوت حلو وواضح اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عمدي مشكلة مرسي يا سنين تانكيو 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 اهي اهي من نوكو هاي بسم الله الرحمن الرحيم طيب ماشاء الله طيب حلوة جدا 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 طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا اللي شاكين في علاقة السلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تسرعت يا حمل الموضوع مش كده ولو كان حصل بالفعل فهي معياش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هافوة غلطة يعني انت اللي في القلب تعملين قصدي ممكن تكون غلطة حصلت لكن مهياش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هافوة لاني شايفه شايفه الطاقة كويسة جدا الطاقة اسرة سعيدة اه الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عائلة جديدة اه الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام اه يعني بالراحة عليه شوية يا حمل اه لانه واضح ان انت تسرعت فعلا اتمنى يكون كده انت شايفه ازاي انت شايفه حبيب رجوع شخص حبيب يعني بتحبه شخص عزيز عليك جدا شخص قريب لقلبك اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة هنبتدي فرص جديدة لعل اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندك وده بيبتدي نصلحه دي فرص جديدة دلوقتي هنبتدي ندي فرص ان شاء الله البعض وهتستغلوها كويس وبصوا خبر حلو ازاي تسمعوا خبر حلو وفيه شمس بتطلع نجاح العلاقة بإذن الله نجحة وفيها سعادة وفيها امان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسا جدا فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل انها حفوة يعني عديها عديها مش مش مقصود بيها خيانة ومش مقصود بيها انو يبعد عمك خالص بس لا الشريك لا الشريك بيحبك ما في المين ما في المين طيب تعالوا نشوف تعالوا نشوف المجموعة التانية وولاء كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالنومة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية بص يا مينة ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها البعض ممكن تكون قديمة احتمالي مرسيا صحر قوي قوي اسلاميلي يروحي باذن الله ميكوب ارتست زوزو كلا انا في صحر قوي بشكرك يا ام خالد حاجة محمد اسلاميلي بشكرك باذن الله باذن الله باذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله ليكم سنجل صارة لو انت سنجل انا شايفه فيه علاقة جديدة للحمل الشهر ده فيه شخص هيظهر ان شاء الله او يعني في الفترة اللي جاية دي بشكرك جدا يا واقل شكرا شكرا يا سامي يا رباني خليك يروح ايه الكلام الحلو ده اسلاميلي طيب طيب نشوف المجموعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم ؟ علك عندك هيرة جمدة يحمل هيرة من حكتين فيه حكتين من تحييرينك ماشي عقوا واحدة شخص ترجمة نانسي قنقر